لا يغيب التاريخ ولا تراكمات الماضي عن كثير من الأزمات التي تمر بها الشعوب بل وتكون مغذياً للكثير من الصراعات المحلية في عديد الأحيان في ليبيا وفي ظلغيا بدولة مركزية فاعلة واستمرار الانقسام السياسي في البلاد كان التاريخ حاضراً في كثير من الأحداث وكان طرح العودة إلى حلول وأسس وتحالفات في الماضي مطلباً عندما تتأزم الأمور وتفشل السياسة وتغيب الإدارة كالدعوات المنادية بالعودة لدستور 1951 أو الحديث عن عودة البلاد إلى التقسيم المبني على ثلاثة أقاليم أو الدعوات المنادية بعودة النظام الملكي على سبيل المثال للحصر نهيك عما سجلته السنوات الماضية من مواقف استحضرت فيها خلافات تاريخية منسية بل ومجهولة لدى كثيرين لا سيما من الأجيال الجديدة ما يشير إلى أن كثيراً من القضايا التاريخية لا سيما ذات الطبيعة الجهوية ما زالت عليقة ولم يتم تجاوزها بشكل قطعي وما زالت تلعب كما كانت دوراً أساسياً في نشوب التوترات السياسية الاجتماعية كل ذلك يطرح تساؤلات عند وافع وانحياز وجنح الناس إلى استحضار الماضي في الأزمات وهل لحلول الماضي وأسسه مكان في الحاضر وهل يمكن أن يكون لتغيير الزمن وأساليب التفكير عند الناس دور كاف لإيجاد طرق جديدة في التعامل مع الأزمات أم أن العودة للجذور لازمة لإعادة التأسيس وبناء المستقبل اشتركوا في القناة